قبل الفاصل كنا عرضنا سؤال أم بتسأل بتقول ابنها عنده يعني شهور ومكان النوم بتاعه لما بينام يعني الحتة اللي بينام ناحيتها الشعر بيتساقط وهي بتسأل هل ده طبيعي ولا لأ وجاوبنا عليها وبعين بتقول أحط له زيت جرجير ولا لأ طيب خلينا نقول إيه يعني هل زيت الجرجير مفيد للشعر؟ الإجابة أيوة طب هل هو بنحتاجه في العمر ده؟ الإجابة لأ هقول لكم ليه تساقط الشعر عملية طبيعية يعني وأنا هنا بأتكلم على سواء حصل التساقط ده في أماكن عادية من الرأس سواء عند الأطفال الولاد أو البنات أو في الأماكن اللي الطفل بينام ناحيتها بس التساقط الشعر ده عشان بس نبقى برضو متفقين يعني مش لدرجة إنه هيبقى فيه مكان من غير شعر فاهمين قصدي؟ يعني الموضوع إن الشعر بيتساقط مش بيقع بالكامل خلاص؟ سقوط الشعر على فكرة حاجة حلوة يعني مش حاجة مش قصدي حاجة حلوة هقول لكم معناها بداية ظهور شعر جديد يعني نشاط صحي من بويسلات الشعر يعني لما الشعر بتقع ده معناها إن فيه شعر جديدة طلعت أو هتطلع لسه في الجزور وهتطلع تمام؟ يبقى إحنا استخدام زيت الجرجير مش مفيد خالص في هذا الموضوع تمام؟ أقول لكم كمان بقى بالمناسبة لازم نعرف إن شمبو الشعر اللي بنستخدمه للأطفال لازم يكون خالي من الصبغات خالي من البرابين مادة اسمها البرابين خالي من مادة اسمها السلفيت وعشان كده لما نشتري أي شمبو خاص بالأطفال وحتى الكبار اهتموا قوي لأن كل الشركات دلوقتي بتتنافس إنهم يكتبوا المعلومات دي بره يقول لك زيرو سلفيت زيرو بربين زيرو داي يعني فاهمين قصدي؟ الحاجة الشمبو مفروض ما يبقاش فيه سبغة ما يبقاش فيه برابين ما يبقاش فيه سلفيت كمان كريمات الشعر مش مطلوبة للأطفال وأنا هنا بتكلم بقى بصفة عامة يعني عن الأمهات اللي عندهم أطفال مثلا بنات بيبعين يهتموا بشعرهم وبتاع الكريمات مش مطلوبة خالص للأطفال الصغارين يعني سواء بقى كريمات العناية بالشعر أو كريمات فرد الشعر أو الكريمات اللي لها بديل الزه كل ده مش مطلوب خالص للأطفال مطلوب فقط العناية بالشعر مش ان احنا نغير طبيعته مش ان شعر كرلي عايزينه يبقى ناعم او شعر ناعم عايزينه يبقى كده مش مطلوب ده خالص ولازم نخلي بالنا من الفتحات بتاعة الراس الفتحة الامامية والخلفية انا بتكلم على الأطفال بقى الصغارين خالص التعامل كمان لازم يبقى بحكمة مع الحاجات دي ولازم نتعامل بحكمة برضو مع حاجة تانية القشرة بتاعة الشعر في أطفال كتير قوي بيبقى عندهم قشرة فالقشرة ده بيقع لواحده عشان تبقوا عارفين حتى لو كان مساحته كبيرة بيقع لواحده طيب متدايقين منه او متدايقين من شكله بنعمل ايه ممكن نجيب فيه مستحضرات بسيطة جدا زيوت كده للأطفال وزيت الزيتون كمان بيبقى مفيد قوي احنا بنجيب حاجة بسيطة خالص ونحطها على أطراف أصابعنا ونقعد ندلق كده راس الطفل في المنطقة اللي فيها القشر ببساطة شديدة جدا وبعدين بنشطف بقى بأدينا كده بقى بأس كده انما غلط جدا جدا ان أم تيجي تروح عاملة مثلا ايه تحاول تطلع القشر ده بالدفر غلط جدا الحكاية دي غلط كبير لان دفر حضرتك مهما تهيقلك ان هو متساوي ولطيف والحاجات دي كلها جلد الراس عند الأطفال رقيق جدا فممكن تعملي حاجة اسمها abrasions يعني تعملي جروح حتى ما تتشافش بالعين يعني انت تعودي تكحتي كده القشر عايزها تطلع فتقومي تجرحي راس الطفل فاهمين قصدي اوعوا تعملوا الحركة دي خلاص برضو احنا بشكل عام يعني بنقول بقى كل المعلومات الخاصة او اسئلة كتيرة عن الشعر اهو امتى الطفل يحلق الولد يعني امتى الطفل الولد يحلق اول مرة الاجابة لما شعروا يطول هي دي الاجابة على فكرة اصف في ناس يقول لازم لازم بعد سنة لا مش لازم اتضروا شعروا طول قبل السنة فيه اطفال بتتولد بيبقى شعرات يعني كتير طيب جات السنة وشعروا لسه خفيف ما يحلقش برضو وهكذا تمام في عادة كده برضو اعايز اختم كلامي في الموضوع ده ان في عادة كده مش عارف كتير او من الامهات باهم يعملوها يعني انتشرت فعلا ان فيه امهات وانا بقول امهات لانه لما برجع بالفحص والتطقيق بلاقي ان اللي بيعملو الحكاة دي امهات يعني ما بيبقاش قرار الاب بيبقى قرار الام انها لما يبقى عندها طفل ولد عايز اطوله شعره شوي عشان يبقى شكله يعني تعمله يعني هي فكرة انها بتعمله ستايل او بتعمله حاجة يعني هيئة حلوة او شكل حلو انا عايز اقول لكم ان الموضوع ده وحش من ناحية نفسية سواء كان في مرحلة ما قبل الحضانة او مرحلة الحضانة او مرحلة بداية المدرسة انا عايز اقول لكم الموضوع ده وحش هقول لكم ليه فيه ناس ممكن لو تفتكر الطفل ده بنت انا شفت اطفال ولاد يعني مطولين لهم شعرهم بطريقة غريبة جدا فالطفل بيبقى يعني احنا بنبقى فاكرين عادي فتلاقي انه ممكن ناس مش لازم في الحضانة ولا في المدرسة ده ناس في مكان في محل في بتاع يتعاملوا مع الطفل على انه بنت ده خطأ كبير او خطأ ان الطفل يعني الناس تتعامل معاه وتظن فيه ان هو بنت الطفل بيبقى مشوش وبعد كده خصوصا بقى لما هو في السن ده بيبقى عارف البنات فبيحس ان هو ممكن يكون منتمي ليهم انتوا فهمين قصدي خلوا بالكم الحكاية دي او تفاصيل الصغيرة دي خلوا بالكم منها او كمان فيه عادة بيعملوها بعض الناس لسه الحقيقة حكاية انه هم يحلقوا الشعر على الزيره عشان يطلع تقيل دي عادة سخيفة وخطر وغير صحية وتدمر بويصلات الشعر يعني بيكون فيه عرضة وطبيعي انه الحل الاوي ده يروح مطلع شعر تقيل ما طبيعي لانه هو بيبقى احنا بنجيب كل الشعر بقى كله من الجزور فبلاش لو سمحتوا الحكاية دي من فضلكم كمان فيه اخطاء في التعامل مع شعر البنات تحديدا فيه تيوك ما بتبقاش مناسبة خلوا بالكم فيه تيوك بتقطع الشعر بتقطع الشعر حرفيا يعني طريقة التسريح تلاقوا الامات كده تروح جايب الشعر البنت ورا فيخف من قدام حتى الامهاتنا ويقولوا يتنحل صح كده ليه بالراحة يعني مش لازم تشدوه كده قوي الورا وكمان فيه اماتي وتلاقي عندهم اطفال بنات سؤالين كده ويقولك هاخدها معايا الكوفير غلط برضه غلط كبير سيبوا الاطفال في حالها والنبي سيبوهم في حالهم تمام كده ترجمة نانسي قنقر